الأول خلوني أرحب بالأستاذ جميل راتب أستاذ جميل أما اشتغلت مع حضرتك كانت فترة أنت ظهرت فيها بقوة في الوسط الفني المصري وابتدت الناس تعشائك من مثلا المسلسل سنبل الفترة دي يعني أنا لما اشتغلت مع حضرتك شعبان تحت الصفر كنت بتأملك أنه الراجل ده كان فين وفيه فترة من حياته هو ما كانش معانا فيها ولما عرفت شوية حاجات اللي أنه النهار ده معنية قوي أن الشبابنا يعرفوها برضو يلاقوا أنه هذا النجم كان عنده فرصة يكون عالمي وكان في معادي البحر الأبيض المتوسط في الشط التاني يعني وعنده فرص متوفرة كتير جدا لكنه فضل ييجي مصر ويتقلق في مصر فحبا أن الناس النهار ده تعرف عن حضرتك فين التلاتين سنة اللي متمنتجين احنا ما نعرفش عنهم حاجة الحقيقة كانوا في باريس لأن أنا سافرت باريس عشان أمارس التمثيل كان ده هدف حياتي وكان حظي السعيد لأن كان في المرحلة اللي بعد الحرب العالمية على طول وكان فيه نشاط كبير جدا في عالم الفن والتمثيل والكتابة وبما أني كنت ممثل اشتركت في أعمال واعترفت اتعرفت على أثام كبيرة جدا زي كاميو وسارتر وفيلار